أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليه أما بعد فحياكم الله جميعا في هذا الفصل الفصل الثالث من هذه الدورة المباركة دورة الأترجة المقامة لتفسير القرآن كله كاملا من أوله إلى آخره وفي هذا اليوم نقف مع سورة مريم في أربع مجالس بإذن الله عز وجل وهذه السورة العظيمة سورة مكية بإجماع المفسرين وهذه السورة تضمنت الرحمة بعباد الله من جميع جوانبها فهي سورة الرحمة ولذلك اختير لها اسم امرأة صالحة تجسيدًا لهذه الرحمة فالرحمة إذا ذكرت في الدنيا تذكر الناس المرأة لأن الله سبحانه وتعالى قد طبعها على الرحمة فقيل سورة مريم وإذا تأملنا الرحمة في هذه السورة نجدها قد جاءت بسور متعددة كما سنبين إن شاء الله في مواضع ذكر الرحمة في هذه السورة انظر في أولها كيف يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا ويقول في يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاةا وكان تقي حنانا أي رحمة وتحنن وبرا بوالديه هذا عنوان من عنوين الرحمة العظيمة في الإسلام ثم انظر إلى ذكري اسم الرحمن إني أعوذ بالرحمن منك فقد تكرر في هذه السورة في مواطن متعددة تصل أربعة عشر أو ستة عشر مرة يقول الله عز وجل في افتتاحية هذه السورة كافها يا عين صاد هذه من الحروف المقطعة وهي الحروف التي افتتحت بها تسعة وعشرون سورة من سور القرآن والحروف المقطعة أو حروف التهجي كما يقول بعض العلماء اختلف في تأويلها اختلافا كثيرا فمنهم من قال الله أعلم بمراده منها ومنهم من قال إن لها معاني وإن هذه الحروف رموز لكلمات فألف بمعنى الله واللام بمعنى اللطيف والراء بمعنى الرحيم ونحو ذلك مما اجتهدوا فيه وعلى هذا جماعة من السلف وأصوب الأقوال في تأويلها أن هذه الحروف المقطعة إنما جئ بها في أوائل هذه السور من أجل أن يبين أن القرآن مؤلف من هذه الحروف وأن الله عز وجل تحداكم بأن تأتوا بمثل هذا القرآن الذي جمع من هذه الحروف التي تتكلمون بها فالحروف الموجودة ليست حروفا غريبة عليكم ولا بعيدة منكم بل هي من كلامكم ولذلك قال العلماء قل ما تأتي هذه الحروف إلا ويأتي بعدها ذكر القرآن انظر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قاف والقرآن المجيد صاد والقرآن ذي الذكر ياسين والقرآن الحكيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإذا لم يذكر القرآن في أولها ذكر في آخرها كما في بعض سور القرآن مثل سورة الروم والعنكبوت وقال بعضهم سورة مريم أيضا كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا منهم من قال لم يذكر القرآن نقول إنه ذكر في آخرها قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وده فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لده وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة فإذا لم يذكر في أولها ذكر في آخرها وهكذا جاء في سورة العنكبوت والروم وغيرها من السور التي لم يصرح فيها بذكر القرآن ولكن سورة مريم قد ذكر القرآن أيضا في أولها فإن قوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي هذا الذي نتلوه عليك يا محمد هو ذكر رحمة ربك عبده زكريا هذا المنزل عليك هو ذكر رحمة الله لعبد من عباده وهو زكريا قال الله عز وجل في بداية هذه السورة ذكر رحمة ربك عبده زكريا تأملوا معي في سورة الكهف ذكرت ثلاث عجائب الأولى قصة أصحاب الكهف كيف أن هؤلاء القوم ناموا ثلاثمائة وتسع سنين من غير أن يستيقظوا ومن غير أن يموتوا ومن غير أن يأكلوا أو يشربوا وهذه من أعجيب تدبير الله وتقديره ثانية ما وقع في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات العجيبة حيث كان الخضر يطلع على شيء من الغيب بأمر الله عز وجل فيفعل بناء على ذلك الغيب لا بناء على الظاهر والقصة الثالثة قصة ذي القرنين الملك الطواف في الأرض المصلح فيها هذه القصة العجيبة ناسب أن يأتي بعدها في سورة مريم مثلها فجاءت قصة زكريا وقصة مريم وهما قصتان عجيبتان عظيمتان غريبتان دالتان على قدرة الله جل جلاله فأما زكريا فقد كان في قصته من العجب أنه بلغ مئة وعشرين عاما وبلغت امرأته ثمانية وتسعين عاما ورزقهم الله عز وجل الولد بعد ذلك كله وهذا من أعاجيب تدبير الله وتقديره فإن العادة جارية أن الشيخ الكبير الهرم لا ينشط لمجامعة النساء ولا يكون من مثله الولد وإذا كان هذا غريبا في حق الرجل فهو في حق المرأة أغرب وأغرب وأغرب لأن المرأة لا تكاد تجاوز الخمسين حتى ينقطع منها الولد وقل من النساء من تتجاوز الخامس والخمسين أو تبلغ الستين ثم تلد أما امرأة زكريا فقد كانت امرأة عاقرا لا يلد لا تلد وليست في حال يلد مثلها بلغت الثامنة والتسعين من عمرها ولذلك استغرب زكريا كيف سيكون من الولد وقد بلغته من الكبر عتية وكانت امرأتي عاقرا ما يكون هذا لكنه بأمر الله يكون فكان ذلك بأمر الله عز وجل وبرحمته لعبد تأملوا يا إخواني الرحمة هنا في هذه السورة إنما هي لعباد الله فالله عز وجل يقول سأذكر لكم في هذه السورة رحماتي لعبادي الذين يعبدونني حقا وبدأ بقصة زكريا وجعلها مقدمة لقصة مريم كما كانت مقدمة لقصة مريم في سورة آل عمران وفي سورة الأنبياء لماذا؟ لأنها تدخلك إلى عالم العجائب التي لا يمكن أن تقع إلا بأمر الله وبقدرته في قصة زكريا وقع الحمل والولادة من زوجين لكن قد بلغ السن الذي لا يولد لمثلهما في العادة وإلا هناك زوجان ثم انتقلت إلى قصة مريم حيث لا زوج امرأة بلا زوج تحمل وتلد فصارت هذه القصة في سورة آل عمران وفي سورة مريم وكذلك في سورة الأنبياء مقدمة لقصة مريم لأنها بالفعل تدخلك إليها ممهدة لقبول ما هو أعظم من قصة زكريا قال الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا أي هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية أي اذكر إذ نادى زكريا ربه نداء خفية أي دعاه تأملوا يا إخواني كيف أنه قال ربه لأنه دعى الله باسم الرب الذي يربي وينعم ويرحم ويتفضل نداء خفية ينادي والنداء فيه شيء من التضرع والتذلل يا رب قال العلماء إنه قال يا رب يا رب يا رب فقيل له لبيك 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 نداء خفية لأن الأنبياء أعرف الناس بالله عز وجل ولذلك ما ينادون الله عز وجل إلا نداء خفية لماذا لأنهم يعلمون أن الله يسمع السر والنجوة وأنه يحب النداء الخفي أدعوا ربكم تضرعا وخفية وبهذا نعرف نكارت أولئك الذين إذا دعوا ربهم صارخوا بأعلى أصواتهم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يصوتون ويرفعون أصواتهم بالذكر قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته قال الله عز وجل قال ربي إني وهن العظم مني انظروا إلى طريقة الدعاء يشرح فيها الضعف ويشرح فيها حال العبد المحتاج إلى الرعاية والكرم والرحمة إني وهن العظم مني ضعف واشتعل الرأس شيبا أي قد بلغت من الكبر عتيا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّةِ سبحان الله هذا من فطنة زكريا أنه يذكر بين يدي الله أن الله عز وجل يستجيب له لما يقول لربه أنا ما سبق أجبتني لدعاء أو أنا مسكين أو كذا يقول لا أنا عبد ضعيف وكل ما رفعت كفي إليك أجبتني دائما أنت قريب مني فأنت عندما تأتي إلى الملك وتقول تعودنا منك العطاء ونحن لا نحرم من خيرك دائما يعتادنا خيرك مرة بعد أخرى أنت تهيجه على العطاء لكن إذا قلت ولا مرة شفنا منك خير أنت ماذا تهيج على الغضب قال وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي أي خِفْتُ أَقْرِبَائِي لماذا خاف؟ خاف منهم أن لا يقوموا برعاية النبوة والقيام بالدين فهو خشي على الدين وإني خفت الموالي من ورائي أن لا يقوموا بالدين فيرعوه حق الرعاية ويقوموا به في الناس حق القيام وكانت امرأتي عاقرا أي لا تلت فهب لي من لدنك ولي ارزقني ولدا يلي الأمر من بعدي يريثني ويريث من آل يعقوب يريثني ليس في المال لأن الأنبياء لا يرثون ما تركوا من شيء فهو صدق إذن يريثني في ماذا؟ في النبوة والعلم وحمل الرسالة يريثني ويريث من آل يعقوب ولما قال من آل يعقوب عرفنا أن الوراثة هنا ليست وراثة مال وبهذا نعرف خطأ من قال من المفسرين إنه خشي على المال الذي عنده أن يذهب إلى أوليائه وأخربائه فيختلفون عليه أو يضيعون فنقول كلا الأنبياء لا يبالون بمثل هذا ولا يأبهون بالدنيا وليس للدنيا عندهم قدر إنما أراد الله عز وجل بالوراثة هنا وراثة النبوة والعلم والقيام بأمر الدين وسيأتي ما يؤكد هذا لأن الله قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة هذه الوراثة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاةا وكان تقيا إلى آخر العيات قال واجعله رب رضيا اجعله مرضيا عندك ترضى عنه فإذا رضيت عنه أعطيته الهبات السنية والأعطيات الجليلة العظيمة التي هي أعطيات الآخرة وهذا ما حصل وقال في سورة آل عمران رب هب لي من لدنك ذرية طيبة وهذا يا إخواني ما ينبغي أن يسأله العبد ربك هب لي من لدنك ذرية طيبة ما تقول والله يا رب ارزقني أولادا مثلا حسني الخلق وإلا ذوي أموال وإلا مثلا ذوي ذكاء واسع أو غيره لا تسأل الله عز وجل أن يطيب لك ذرية فيكونوا صالحين مصلحين هادين مهتدين قال يريثني ويريث من آل يعقوب واجعله رب رضية جاءت الآن انتهى من الدعاء جاءت البشرى يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سمية نبشرك قال العلماء فيه استحباب التبشير بما يسر المؤمن من ولد أو ذهاب علة أو زوال نقمة أو تجدد نعمة وهذا ما سار عليه أبو بكر الصديق فكان من أكثر الناس حبا لتبشير الصحابة بما يسوقه الله له من الخير على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي قصة كعب مالك تنافس الصحابة في حمل البشرى بتوبة الله عليه وعلى صاحبه قال فقام رجل على جبل فصوت وسعى رجل بفرس كل منهم يريد أن يسبق بالبشرى إلى كعب بن مالك إنا نبشرك بغلام أي ذكر وليس أنثى اسمه يحيا اسمه يحيا قيل إن الله عز وجل تولى تسميته بنفسه وسماه يحيا لأن الله يحيي به الدين ويحيي به النبوة والعلم ولأنه يحيا حقيقة الحياة وليس يحيا كحياة النباتة أو الحيوان قال لم نجعل له من قبل سمية إما أن تكون لم نجعل له من قبل من يتسمى باسمه فكان أول من تسمى بيحيا هو يحيا بن زكريا هذا قول والقول الثاني وعليه كثير من المفسرين لم نجعل له من قبل سميا أي شبيها ونظيرا ومما يؤكد هذا ما جاء في السورة نفسها وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية أي شبيها ونظيرا كلا قال لم نجعل له من قبل سمية قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية سبحان الله أنت يا زكريا تسأل الله ثم تستغرب لكن هذا من طبيعة البشر أنه في جميع ما يتصوره ويتخيله لا يدري كيف ستكون إجابة الدعوة أن يكون لي غلام كيف سيكون لي يا رب غلام طيب أنت سألت الغلام قبل قليل كيف سيكون لي غلام وأنا كما تعلم حالي كانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية يعني أنا لا يولد لمثلي لأني لا أقوى على مجامعة النساء وامرأتي لم تلد في عمرها كله وقد بلغت المئة أو قاربتها فكيف سيكون لي غلام يسأل بعدما دعا لأنه واثق من إجابة الله عز وجل واثق من الله قادر على كل شيء لكنه يبقى بشرا استغرب كيف ستكون إجابة الدعاة قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية أي بلغت سنا قد يبس فيه جسمي ورصق جلدي على عظمي يقال عتى يعتو أي يبس ومثله عسى يعسو يقال شيخ عاس أي قد يبس وذهبت منه القوة قال كذلك قال ربك مثل هذا قاله الله عز وجل وإذا قال الله شيئا فإنه لابد أن يكون هو علي هين هذا الأمر هين علي فأي شيء تستغربه أنت يا زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيء يعني إن كنت مستغربا حقا فليكن استغرابك في الشيء الذي هو أشد غرابة وهو خلق الإنسان من العدم وليس أن يخلق إنسان من زوجين لا يولد لمثلهما في العادة ذاك أشد في الاستغراب وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قول ولم تك يعني ولم تكن فالنون يا إخواني إنما حذفت تخفيفا وهي تحذف في صيغة المضارع ولم أكو بغية ولم تكو شيئا في صيغة المضارع إذا جاء قبله جزم قال الله عز وجل قال رب اجعل لي آية زكريا يسأل ربه عز وجل من استعجاله في طلب أو معرفة تلبية واستجابة دعائه فيسأل الله عز وجل آية قال رب اجعل لي آية أعطني آية أعرف بها أن امرأتي قد حملت قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية الآية يا زكريا أن الله يحبس لسانك عن الكلام فلا تستطيع أن تتكلم ثلاث ليال وأنت سوي صحيح من غير علّة يعني من غير مثلا أن ينقص لسانك وإلا تصاب بورم في فمك تريد أن تتكلم فلا تستطيع أن تتكلم وفي آية أعلى عمران ثلاثة أيام إلا رمزا قال ثلاث ليال سوية قال بعض علماء ثلاث ليال وأنت سوي صحيح من غير علّة قال بعضهم ثلاث ليال سوية أي متتابعات أي ثلاث ليال متتابعات ولا مانع من حمل الآية على المعنيين قال فخرج على قومه من المحراب أي من المسجد والمسجد يسمى محرابا فأوحى إليهم أي أشار إليهم لأنه لا يستطيع أن يتكلم على غير عادته كان يأمرهم بالصلاة ويأمرهم بذكر الله عز وجل قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي صلوا واذكروا الله في أور النهار وفي آخره أوحى إليهم أي أعلمهم بالإشارة ولم يعلمهم باللسان على غير عادته وهنا عرف زكريا أن امرأته قد حملت بي يحيى الذي سماه الله عز وجل يحيى قال أن سبحوا بكرة وعشية في سورة آل عمران ماذا قال الله عز وجل قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فأ نادته الملائكة الفأ تدل على الترتيب والتعقيب فنادته الملائكة في المحراب نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لغلام وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء بيده الأمر كله كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال علماء جمع بين الذكر والتسبيح أذكر ربك كثيرا فكان إذا أراد أن يتكلم بكلام الناس لم يستطع وإذا أراد الذكر ذكر الله عز وجل كأنه لم يحبس لسانه قالوا فلو أعفي أحد من الذكر في حال لأعفي زكريا عليه الصلاة والسلام وهذا يدلنا على تأكد الذكر وعظا منزلته وجلالة قدره عند الله عز وجل فلو كان أحد معذورا في ترك الذكر لعذر زكريا في ترك الذكر عندما حبس الله لسانه واذكر ربك وما قال اذكره فقط قال كثيرا أي دائما وأبدا قال العلماء لا يكون الإنسان ذاكرا لله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه قال الإمام الشوكان رحمه الله من أتى بالأذكار الموظفة في اليوم والليلة وعند النوم وفي أدبار الصلوات فهو من الذاكرين الله كثيرا فنسأل الله يجعلنا منهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية ثم قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية هذه وصية الله عز وجل لليحيى عليه الصلاة والسلام خذ الكتاب أي التوراة لأن زكريا ويحيى من أنبياء بني إسرائيل خذه بقوة وليس المقصود يعني أن تمسكه بكلتا يديك وإنما المقصود خذه بقوة أي خذه بجد وعزم وحزم لا متساهلا ولا متكاسلا ولا متثاقلا بل تأخذه بقوة كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في الدين كله لا تأخذوا من الدين شيئا وتتركوا أشياء تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لا ما هذا حال المؤمن حال المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره حال المؤمن كما قال الله عز وجل مع كتاب الله يا أيها المزمل قم الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا إيش تقيل تقيل محتاج لأن يحمل بجد وعزم وأن لا يتهاون في شيء منه وأن لا يقول أحدنا يا أخي هذا من قشور الدين وليس من متين الدين ولا من لب نبيك يأمرك ربك يذكر ذلك لك وتقول هذه قشور هل هذا يليق هل هذا يليق يا إخواني الله بعظمته وجلاله ينزل في هذه الشعيرة من شعائر الله آية تتلى فتقول هذه قشور وهذه ترهات أو هذه أمور بسيطة وهذه أمور لا كل الدين فقيل وعظيم ومتين ويجب علينا أن نأخذه بقوة وأن لا نتهاون فيه وكونك تخطئ فتترق شيء من أمر الله أو تذنب أو تعصي لا يعني أبدا أن تستهين به أو تقلل من شأنه أو ترى أنه ليس بشيء ألا أن بعض الناس يقول يا ليش الناس تسالع للصف الأول أو ليش الناس تأتي إلى هذا المسجد مثلا لتصلي على الجنائز وتتبع جنائز هذه مضيعة وقت لو اشتغلنا في نهضة الأمة وفي عمران البلاد هذا خير سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على مثل هذا ويأمرنا به ويذكرنا ويحرصنا ويرغبنا وأن تقول مثل هذا الكلام أيما أعظم حرصا على الأمة وعلى نهضتها أنت أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يليق بنا يا إخواني أن نتقدم بين يدي الله ورسوله فنقول مثل هذا الكلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم أي الحكمة صبيا أي في حال الصبع قالوا كان صغيرا لم يبلغ وكان قد حفظ التوراة وكان يعلمها ويفتي بها وحنانا من لدنا أي رحمة ورقة وهذا يدلنا يا إخواني على أن الرحمة إذا قذفها الله في قلب عبد فهي من نعمه العظيمة على ذلك العبد وهذا الدين يا إخواني مبنى عن الرحمة في سورة الفاتحة ذكرت الرحمة أربع مرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كم مرة أربع طيب لماذا تكرر في أعظم سورة من سورة القرآن الرحمة أربع مرات لعظمتها في الإسلام وأن مبنى هذا الدين على الرحمة وأن القرآن ما أنزل إلا رحمة وأن هذا النبي ما بعث إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا الصيام الذي صمناه في شدة الحر رحمة وهذا الحج الذي نذهب إلى مكانه لنؤديه فيه ونسافر ويصيبنا شيء من المشقة من أجل وصولي إليه والقيام به رحمة لكنها قد تخفى تخفى عليه وعليك وعلى كل عبد ضعيف وعلى من لم يتلمس هذه الرحمة ولم يفكر في مجمل الحياة الدنيا والآخرة فهي انظر الأمور بمقياس اليوم والليلة أو بمقياس بالمقياس المادي القريب وهذا خطأ لا يليق بالمؤمن قال الله عز وجل وحنانا من لدن يعني وآتيناه حنانا من لدن وزكاة أي طهارة طهارة نفس وصدق قلب فليس في قلبه غل ولا حقد ولا كبر ولا حسد وكان تقيا أن يتق الله عز وجل في أمره كله وهذه وصية الله للأولين والآخرين قال وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أن يتقوا الله وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ بعدما ذكر حق الله انتقل إلى حق أعظم الناس حقا على الإنسان وهم الوالدان قال وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا لم يكن شقيًّا في أخلاقه جبارًا في أخلاقه صاحب عنف وغلّة وفضاضة ولم يكن عصيًا لا لربه ولا لوالديه وهذه حقيقة البر ألا يكون الإنسان جبارًا وأن لا يكون عصيًا قال العلم من كان جبارًا عصيًا لم يرزق البر لم يكن من البررة بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا قال الله عز وجل وسلام عليه أي سلامة من الله عز وجل أنزلها عليه متى؟ في أحواله الثلاثة وهي أعظم الأحوال وأشقها على كل إنسان يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًا هذه أشد الأحوال التي يمر بها كل واحد منا يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيًا ولذلك لما عوّذت امرأة عمران لما عوّذت ابنتها وهي مريم وقاها الله عز وجل وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وقال الله عز وجل مريم نخسة الشيطان عند الولادة ووقع ذريتها وليس لها من الذرية إلا عيسى نخسة الشيطان عند الولادة ما من مولود يولد إلا يصيح هذه الصيحة من نخسة إبليس إلا ما كان من عيسى إلا ما كان من مريم وابنها فإن الله عز وجل وقاهما ذلك ولذلك قال في حق عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وهنا قال في حق يحيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا قال الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم بعدما ذكر قصة زكريا ذكر قصة مريم فترقى من الأدنى إلى الأعلى ولذلك في سورة مريم في سورة ألي عمران قال كذلك الله يفعل ما يشاء ثم لما جاء إلى قصة مريم قال كذلك الله يخلق ما يشاء لماذا هنا يفعل وهنا يخلق لأن الخلق يكون في الشيء الذي لا وجود له والفعل يكون في الشيء الموجود الذي يحتاج إلى يعني إعادة تأهيل وذلك قال يفعل في قصة زكريا وقال يخلق في قصة مريم قال واذكر في الكتاب مريم اذكر يا محمد لهؤلاء الذين يسمعون منك من مؤمنين وكفار ما هي أخبار رحمتنا لمريم كيف رحبناها ورعيناها وآويناها لماذا لأنها قد تفرغت لعبادة ربها أذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية انتبذت يعني ألقت بنفسها أو انطرحت وذهبت إلى مكان بعيد وهو شرقي بيت المقدس لأي شيء ذهبت قالوا لتختلي بربها وتبتعد عن الناس طلبا للخلوة ومن عادة الصالحين أنهم يخلون بأنفسهم هذه الخلوة تؤثر على قلوبهم تعرفون أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار الحراء قبل البعثة يتحنث فيه الأيام ذوات العدد ويأخذ معه من الزاد ما يكفيه لثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام فإذا انتهى الزاد رجع إلى خديجة فتزود لمثلها ثم عاد طيب لماذا يجلس في هذا المكان الساكن المظلم الهادئ الذي لا أنيس به ولا جليس لكي يتخلى من الدنيا ومن أهلها ويتصل بالله عز وجل وهذه حكمة الاعتكاف قال إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقية أي انفردت منهم وذهبت عنهم فاتخذت من دونهم حجابا قيل إنها استترت حتى لا يراها أحد فلا تنشغل به ولا ينشغل بها فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل عليه الصلاة والسلام وهذا هو الصحيح من أقوال المفسرين أن الروح في غالب موارده في القرآن يراد به جبريل عليه الصلاة والسلام قال فتمثل لها بشرا سويا وهذا يدل على أن جبريل من الملائكة الذين لهم صورة غير الصورة البشرية ذلك كان إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي على صورة بشر من الصور التي يأتي بها أن يأتي على صورة بشر وكان يتمثل بصورة دحية ابن خليفة الكلبي وهم من الصحابة الأجلاء ذوي الوسامة والقسامة في وجوههم رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتمثل لها بشرا سويا أي صحيحا مؤتدل الخلقة قالت إني أعوذ بالرحمن لماذا قالت إني أعوذ بالله لأن هذه سورة سورة الرحمة وإبراهيم ماذا يقول لأبيه إني أخاف أن يمسك عذاب لماذا قال عذاب من الجبار المنتقم يذكر بالرحمة إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية يعني إن كنت تتقي الله عز وجل فأنا أعوذ بالرحمن منك أن تقربني وكأنها تستجير وتستغيف برحمة الله عز وجل ألا يصيبها سوء ولا بأس من هذا طيب أنت يا مريم خايف من أيش هذا رجال يعني لماذا تخافي من الرجال لا المرأة العفيفة الطاهرة ما ترى الرجال ولا يرونها ولا تقربهم ولا يقربونها إلا إذا كانوا من محارمها أو كان الرجل زوجا له أما ما سوى ذلك فلا بينها وبينهم حجاب ولجالك استغربت إن كنت تقي فلا يحل لك ولا يجوز وأعوذ بالله الذي يرحمني من أن تقربني أو تدخل علي أو تختلي بي أو تهتك الحجاب الذي وضعته بيني وبين الناس هذه صفة المرأة الصالحة ولذلك المرأة الصالحة دائما تقر في بيتها لا تجعل عباءة على جسمها لا لا تجعل جدار ما هو عباءة الأصل أن المرأة تجعل الستر اللي بينها وبين الرجال جدار ما هو عباءة بس مثل عباءة إذا ما استطاع تشيل الجدار تشيل العباءة واضح يا أخواني قال الله عز وجل وقارنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى لكن قد تحتاجون لأن تخرجوا لقضاء حوائجكم وزيارة أقالبكم في هذه الحالة نخفف عليكم فالبسي شيئا مثل الجدار ما معنى مثل الجدار يعني يسترك كستر الجدار لك بحيث ما يبين مقدمتها من مؤخرتها ولا يعني شيء من تفاصيل جسمها وتقاصيم أعضائها بل تكون كأنها كومة سترا لها هذه المرأة الصالحة وربنا عز وجل يذكر لنا هذا في هذه القصة العظيمة والنصارى يتمدحون بأن مريم كانت محجبة وكانت مستترة وكانت عفيفة لكنهم يأبون أن يطبقوا ذلك في واقع حياتهم لأنهم لا يقدرون على كبح جماح شهواتهم ثم هم يحسدوننا عن الذي نحن فيه فيريدون أن ننساق وراء هذه الدعوات يغارون مننا ومن نسائنا تمنون والله أن يكون لهم مثل الطهر والعفاف الذي عند المسلمين ولذلك يسعون بكل ما أوتوا من قوة ليسنوا الأنظمة واللوائح التي تخرج هذه المرأة المسلمة من عفتها وحشمتها لتكون كلأاً مباحاً لكل من يريد أن يعبث بها وأن يرمي فيها قذوراته وأن تكون بالوعة للخبيثين وللقذرين ولا يكون لها حرمة وذلك في فترة شبابها فإذا بلغت الأربعين تأفف منها كل أحد وما بغاها أحد ما تصبح سكرتيرا ولا أحد يطلبها للعمل وتفصل من العمل لأنه قد انتهت الزهرة قطفت أيام الشباب ومعاً صار لها قيمة وتبقى المسكينة التي كانت تقول أطالب بحقوقي أين حقوق المرأة المظلومة المهضومة الآن هذه الحقوق تمشي في الشارع وحدها ما معها زوج ولا ما معها صديق ولا حبيب ولا قريب ولا تستطيع أيضاً أن تكشف عن زينتها لأنها خلاص بلغت سناً لا يرغب أحد في رؤية لا شعرها ولا جلدها رأيتهم يا إخوان هذا ما يريدونهم أما عندنا فهي مصونة مستورة في الصغر وفي الكبر مرحومة محترمة في الصغر وفي الكبر أنظروا إلى نساء المسلمين العجائز ملكات في البيوت تجد الرجال من أبنائها العشداء وزراء وملوك يجلسون عند رجليها ويسألونها الرضا ويطلبون يعني الألحمان والرحمة منها اللهم لك الحمد على هذه النعمة قال الله عز وجل قال إنما أنا رسول ربك اطمئني أنا ما جئت إلا بأوامر ربانية رسالة من الله عز وجل طيب لماذا جئت لأهب لك غلاما زكيا أهب لك غلاما يكون في غاية الزكاء والطهارة في غاية النقاع والتقوى لأهب لك غلاما زكيا وفي قراءة ليهب لك أي الله عز وجل غلاما زكيا قالت أنا يكون لغلام كيف يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية ما جاءني بشر فمسني مثل الزوج ولست ببغي قد بذلت نفسها والعياذ بالله لتكون فاجرة عاهرة يركبها كل أحد فأنا لست بذات زوج ولست بغي فمن أين يأتي الولد لأن الولد لا يأتي إلا من هذين الطريقين إما طريق العفاف وهو النكاح وإما طريق الزنا نسأل الله العافية وهو أو طريق السفاح وهو الزنا نسأل الله العافية والسلام من أين يأتي قال كذلك قال ربك هو علي هين هذا شيء ميسور على الله عز وجل إنما أمره أن يقول للشيء كن فيكن ولنجعله آية للناس أي ونجعل هذا الذي سيحدث لك آية للعالمين أن يخلق إنسان من أم بلا أب بنفخة من الرب يلقيها الله عز وجل على جبريل فيضعها أو فيلقيها في جيب درعها يعني في شق الثوب يلقيها فتدخل تلك النفخة من فرجها قال الله عز وجل والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فالعملية اللقاحة التي حصلت امرأة مهيئة للولد أصلا جاءتها هذه النفخة الربانية ودخلت إلى موضع الولد فتم اللقاح وانظروا يا إخواني كيف هذه الصورة العجيبة صورة في غاية الطهر والنقاء وفي غاية الجمال ما فيها ما يذكره بعض النصارى ولياذ بالله أن الرب يعني واستغفر الله شيء لا يمكن يتصوره الإنسان ولذلك هم يقولون نحن لا نستطيع أن نتحدث به ولا نستطيع أن نحكيه لأبنائنا قال أحد علماء المسلمين قابلت قسيسا فقلت له سأذكر لك كيف حكى القرآن لنا حملة مريم بعيسا وأريد منك أن تتحدث لي كيف حملت مريم بعيسا قال فذكرت له ما ذكر في القرآن قال فأطرق ثم قال أما أنا فوالله لا أستطيع أن نتحدث بالذي نقرأه في كتبنا هذا الذي تقول خير من الذي نقوله لأن هذه الحقيقة وهذا هو الحق وهذا كلام الله عز وجل قال ولنجعله آية للناس ورحمة منا لاحظوا رحمة عيسى ما جاء ليكون عذابا ولا شقاء على العالمين ولا أيضا قصته لتكون عذابا وشقاء على العالمين وإنما رحمة من الله عز وجل وكان أمرا مقضيا لا خيار لك يا مريم فيه ولا خيار لي ولا خيار لي فيه أيضا بهذا نكون انتهينا يا إخواني من المجلس الأول من هذه المجالس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا ومنكم صلى الله وسلم عن ربينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر